بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب ان شاء الله طيبين اليوم جف لكم الحل مشكلة تيم سبيك اللي واجهوا هاد كثير هاد ايام يوم يجيك فوق هنا مكتوب لا يستديب وما يجيك تتكلم ويجيك دروب تونكشن وبعدا يقتل معك تيم سبيك الا بعد ما سكلت تيم سبيك من قائمة المهام من تحت خيارات هاد Don't Wait Cause الحل وها ها طولي ان العمر اللي ييعلق لهم تيم سبيك او اخيص اخو اذا كان في سيرغر اذا نفس او اي سيرغره اخر اج لهم ما اشارهن أول شيء تروحون على تقتلون التنسيش من تحت من هنا User disconnected from your channel تروحون على إبدأ ثم تروحون تكتبون R-U-N إطلاع معكم هذا أو إذا ما تبعون تكتبون مثلا تضغطون زر الإبدأ اللي في الكيبورد الزي اللي يفتح لكم هذه القائمة مع حرف الر وراح يفتح لكم المطلوب هذا الزر بعدين تكتبون تكتبون هنا علامة النسي برموية بعدين هذا الكلمة app data بعدين هذا النسي برموية بعدين مواقع بعد كده يفتح لكم هذي الصفحة تدخلون على ملف T-Line بعد ما تكونون متأكدين أنكم مقفلين الثلاث ملفات تمام؟ تدخلون هنا تحذفون الثلاث ملفات هذي أتخافوا ما في منها ضرر اللهم ناضح بس تحذف لكم الشات يعني اللي هو مسجع مقزن لكم اللي هو سبب التعليم بمعنى يعني أوضح حذف نعم طيب الحين نقلل النمر بعد ما حدفناه لمنفل app data نحمل النسخة راح أحط لكم من الرابط اللي تحتاجونها في description تمام؟ نسخة الwindows عندي مثلاً تحمل النسخة اللي توافق مع الwindows تبعك أنا نسخة الwindows عندي مثلاً 460 بيت فلو؟ راح أحمل هذي النسخة 460 في ناس عندهم يكون مكتبوا 32 بيت اكماً راح ينزل النسخة الثانية طيب بعد ما نحمل هذي النسخة قد يتم إقعى طيب واحوقف التفديل عشان ما اقبل عليكم بعد ما يخلص افتح اوكي خلص تحميل بعد ما يخلص تحميل تضطفت هذي ااااااااااااااا تثبيت هذي ايه انا ما احب هذا البرنامج يعني ما اشتغل معي فاما راح اثبته انستل انا هذا البرنامج غير عن التنسويك يعني انت ما تفتعد يعني اخصار الا اذا هو شغال عندك كيفك او اذا انت محمله من قبل انصحك انك ما تحب الصح يعني تشير الصح تمام؟ اروح على نيكست بعدين انستل تنتظر اني خلصت اخبيت متى خلصت اخبيت لا اله الا الله معليش يا جماعة الخير انا الفترة الخيرة نشغلني كثير فسحبت ع القناة و او كيف اقولكم يعني يعني منشغلت والله فا ما عدد انزلت شي شي جديد تمام الحين بعد ما تنزل اه تحمل معنا كذا تمام اضغط على رن اضغط مش من مشكلة بيذلك اضغط كانسل اضغط الدي صغرة الحين تحمل هذا هذا اهم شي تمام تحمله اطلح اونا انا افضل انك تحمله من الاوبرا عشان يعني الاسم تبليك team speaker package n-stil up انا نضح سوي تكي حادي تمام اضغط ا قابلت اه هل تفت الرطير احين اه بعد ما حملنا نضح على team نروح على هذي خطة مهمة بعد انتبهوا تركزها تروح على الشات هنا مكتوب خمسمية خليها عشرة تمام وشيل الصح من هذي الاتنين وخلي هذي المية خليها نفس الشيء عشرة تمام ورغط ابلاي خلاص تأكدت منها عشرة عشرة اضل اوكي تمام الحين يطولي نروح بعد ما كده هذي كده نروح على بلاجينز نحط الصح على لوا بلاجين هذي بعدين وضع تنخر معنا هنا خليكم منها انت ما علتمها تمام هذي فائدتها اللي وكبناها لتيمسبيك انه متلا منفيش في حالة انه شخص يعني من الاغبياء اتنهج على الكلمة هذي ارسل كود يعني الكود اللي علق التيمسبيك عندما لأشخاص ثانين موجودين في السابر هو ثواء ارسله على الشات حق غوم او الشات الخاص فيك انت رحكي انت ما سويتوا خطوات هذي فكل ما تجد تدخل السابر يجيك توقف عن عمل كل ما تجد تدخل السابر يجيك توقف عن عمل now we enter our server connected channel switched channel switched وفي حالة إن في شخص أرسل لك الكود ونحن راح أرويكم كيف User joined or channel من حساب الثاني أفر هذا حساب الثاني جميل راح أرسل الكود بشتقيقة الكود 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 هذا الكود هذا الكود راح أرسله للهاكر اللي هو هذا اللي هو أنا بس من داخل يعني ساب الثاني راح تشوف شوف شو راح يطلع راح يطلع لكم صوت يقول ويعطيكم اسم الشخص اللي حاول يسوي الحركة تمام هذا الدليل ان البلاق ان شغال من حتى ما يكون ان شاء الله ما راح يعلق ان شمتين سبيك بسبب هذي الكودات اليغبية واتمنى ان شاء الله اني وفقت في الشرح ويرطيكم العافية على المشاهدة ومرة ثانية العافية مكمل السحر والجطاة فعجروني ومع السلام اشتركوا في القناة